للوقوف عند الذكرى الخامسة لانتهاء العمليات العسكرية في العراق وتزامنها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأوضاع العراقين في المناطق والمدن المنكوبة ينضم إلينا عبر سكايد من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل وستاذ بهاء مرحبا بكم يعني خمس سنوات مرت على إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ماذا يعني منع عودة آلاف المدنيين لمناطقهم تحياتي لحضرتك والمشاهدين قناة الرافدين إن كان هناك ما يعني هذا الأمر فهو يعني شيء واحد بين الحكومات العراقية من بداية نهاية العمليات العسكرية وحتى الآن بمختلف تسمياتها سواء حكومة السيد العبادية وحكومة الكاظمية وحتى حكومة محمد الشعاء السوداني ليس لها أي سلطة على البريشيات التي دخلت هذه المحافظات وتمركزت فيها وهي من تمنع عودة النازحين إلى مدنهم وإلى قراهم وتحاول قدر الإمكان استخدام هذا الملف للضغط على المكون بأكمله من أجل الحصول على مكاسب على الأرض وإبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة للمناطق السينية يعني أن تكون بهذا الوضع المزري حاليا كما ذكرتم في تقريركم الوضع في هذه المناطق وواصل إلى مرحلة لو تكلمنا عن حقوق الإنسان سنجد بأنه لا توجد حقوق إنساني إطلاقا في تلك المناطق كثير من العوائل فقدت أبنائها وفرص العمل فقدت الدارس المستشفيات كل هذا سبب تنظيم داعش ومعارك التحرير لكن هناك من استغل هذا الظروف وحقق له موطع قدر في تلك المحافظات التي كان يحلم بالوصول إليها بتسميته الطبيعية التي يعرفها كل العراقيين وبالتالي الحكومة عاجزة حتى الآن عن إعادة النازل لا تمتلك سيطرة ولا سلطة في هذه الخاصية تتزامن هذه الذكرى ذكرى إعلان الحكومة انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ما الذي يعيق الحكومة حتى الآن لإنصاف المفقودين والمغيبين قسرا؟ هذا الملف لا تطور فيه هذا الملف هو واحد من الألفات المعقدة اللي يستخدمها للأسف الطرفين يعني المكونين يستخدموها جهات سياسية تستخدم هذا الملف قسم يستخدموها للضغط وقسم يستخدموها للتفاوض يعني جهة تستخدمها للتفاوض مع الحكومة بشأن هذه الملف وذكرنا في عدة لقاءات أثناء المفاوضات التي كانت جارية بين الكتلة السنية وبين الأطار التنسيقية حول تشكيل الحكومة وذكرنا بأنه ملف المغيبين والنازحين هي الملفات التي تفاوض عليها الكتلة السنية داخل المجلس النواب من أجل الضغط على حكومة الأطار التنسيقي القادمة وبالتالي نفسهم الأطار التنسيقي الآن يستخدمون هذا الملف للضغط على الكتلة السنية نفسها لكن الخسران الوحيد في هذا الصراع السياسي الذي دائر بين الكتلة السياسية هو المواطن العراقي الذي يسكن هذه المناطق والذي يسكن حاليا في المخيمات الآن خمس سنوات الناس تقبع في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة سواء من الماء النظيف والعلاج والمدارس وكل المقومات التي بإمكانها أن تعيد المواطن الذي موجود في ذلك المخيمات مع علم أنه خمس سنوات المفروض حتى المدن الآن كان المفروض أن يتم عمارها لأنه خمس سنوات وقت جدا طويل بالنسبة لبلد ميزانية انفجارية مثل العراق طيب تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصف المغيبين بالمغدورين هل كان مقصودا تمرير هذا الوصف وماذا يترتب على ذلك؟ تمرير وصف المغدورين في هذا الوقت أنا أشوفه بأنه محاولة لإنهاء هذا الملف يعني كثرة المطالبة بالمغيبين وأصبح يؤرق الكتل السياسية أو الممثلين المكون الموجودين في تلك المناطق لذلك الآن بإمكانهم بعد أن أطلق عليهم لقب أو تسمية المغدورين هو يعتبر واقع جديد يريد منه التعامل مع الواقع الجديد لا تفكر بأنه لديك معتقل في السجون بل فكر بأنه لديك متوفي أو شهيد بإمكاننا الدولة أن تمنح التعويضات اللازمة وتمنح حقوق الشهداء لفترة معينة وينتهي الأمر على هذا الحال لكن التسمية الآن في هذا الوقت أريد منها بالتحديد إخلاق هذا الملف لهذا الملف لأنه استخدموا كثير من الجهات السياسية سواء خلال فترة الانتخابات سواء خلال فترة المفاوضات على تشكيل الحكومة يعني الجهات السياسية كثيرة استخدمت هذا الملف وهو ملف المغيبين أستاذ بها الآن صار واضح للجميع بأنهم مغدورين نعم تصريح الحلبوسي تعتقد أنه يعكس فشل مجلس النواب والنواب المفترض أنهم يدعون تمثيل هذه المحافظات المنكوبة بالكشف عن مصير أبنائها تعتقد أن هذا التصريح يعكس الفشل من قبل رئيس البرلمان والنواب نعم بالتأكيد أنا كممثل لمحافظة لما أبنائي الآن يتم الاعتراف بأنهم مموت مغدورين وأنا لا أحرك ساكنا إذن أنا لا أستحق المكان الذي أنا فيه هذا واقع كل الممثلين اللي يمثلوا المحافظات هذه واللي جلسوا على مقاعد البرلمان حتى في الدورات السابقة يعني منذ اختفاء هؤلاء المغيبين وحتى الآن كلهم لا يستحقون الجلوس على كراسي البرلمان لأنهم كممثلين فشلوا في إداء دورهم في تمثيل أبناء محافظاتهم وبالتالي أبناء محافظاتهم فقدوا الكثير من حقوقهم بسبب تقاعز هؤلاء النواب عن المطالبة بحقوقهم ومن أبسط حقوقهم مثل ما أشرت لحضرتك هي أنه معرفة مصير أبناهم هذا الأمر يعني يعتبر أن أشوفه يعني هي وصمة عار في جبين كل من يعني مثل المكون أو مثل المحافظات ولم يقم بدوره حتى الآن بالنسبة للوثائق العائدة للنازحين عدم إصدار وثائق لألاف النازحين هل هي سياسة ممنهجة تعتقد ذلك أستاذ بهاء؟ نعم نعم كثير من المحافظات أو المناطق يراد منها إحداث تغيير ديموغرافي فيها من أجل تغيير طبيعة السكانية لهذه المحافظات أو لهذه المناطق لذلك إصدار وثائق للنازحين يعني يعتبر اعتراف منهم بحقيتهم بهذه الأرض لكن هناك محاولات لخلق تغيير ديموغرافي كما حصل في ديالة وبالتالي لن يكون أمام هؤلاء النازحين أثناء عودتهم إن كانوا قادرين على عادتهم لن يكون لديهم وثائق تثبت بأنهم ينتمون إلى هذه المناطق أو إلى هذه المحافظات لذلك هو ملف تحاول الأطراف الأخرى تستفيد منه من أجل الضغط على الأطراف التي تمثل هذه المحافظات الأطراف الجهة الأخرى التي هي مضادة للحكومة من ناحية التوجه السياسي لذلك هم يحاولون قدر الإمكان أن كل الأمور التي تخص النازحين يتم هناك تقصير بها من أجل أن يبقى الوضع على ما هو عليه أطول فترة ممكنة لأنه مثل ما أشرت لحضرتك بأنهم حصلوا على موطع قدم في مناطق كانوا يحلمون بالدخول إليها نعم أستاذ بهاء الحقوق المسلوبة للمحافظات المنكوبة وإيضا مع مجمل ما تمر به حتى المحافظات محافظات الفرات الأوسط والجنوب هل يؤكد لكم أن الأحزاب السياسية قد فشلت في النهاية بإدارة دفة البلاد؟ نعم نسمع كثير من التصريحات التي هي من أخواننا في الفرات الأوسط وفي الجنوب يقولون أنه إذا كان نحن من نفس المذهب ونفس المكون هذا حالنا فكيف الذي صار في المناطق الأخرى في المناطق التي نقول المحافظات الثانية التي هي الوسط والشمال أيضا موضوع الانتفاضة التشرين وما حصل بها من قمع وعبادة لشباب تشرين أيضا هناك من يسأل إذا كاننا نحن من نفس المحافظة ومن نفس المكون وارتكبت ضدنا مجازر فما الذي فعلتمه في المناطق التي دخلتموها سابقا كل هذا يطيق تصور حقيقي بأن الحكومات بأكملها لي جتي من 2003 حتى الآن ماكو حكومة ماكو حكومة اشتغلت من أجل العراق كل الحكومات اللي جتي كانت عبارة عن حكومات تنفذ أجندات دول خارجية وبنفس الوقت حكومات تهمت كلها بالفساد لم تسلم أي حكومة من اتهامات بالفساد والآن بدأوا يحاولون محاربة الفساد بطريقة أنا أشوفها غير مشدية بصراحة يعني 19 عام من الفساد المستشري الآن تحاول أن تضع حد من الفساد هذا دليل كبير على أنه فشلهم كبير في إدارة الدولة وفشل في كل مجالات الحياة بالنسبة لتخص المواطن العراقي عبد رسكاد من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل شكرا جزيلا لكم